موسيقى يعول بعض المترشحين للانتخابات على المال السياسي الفاسد وشراء ذمم الناخبين للفوز بعضوية مجلس النواب في انتخابات تشرين المقبل ويتداول الشرع المصلي وشهود عيان أن هؤلاء المترشحين عرضوا على العوائل الفقيرة والمحتاجين في مناطق الدائرة الانتخابية شراء أصواتهم مقابل مبالغ مالية مهمة وحسب الشهود الذين تم مقايضتهم فإن هؤلاء المترشحين المفلسين من القواعد الشعبية من أهالي الموصل ولا يحظون بدعم المواطنين أو الناخبين اشترطوا أن يكون تسليم المبالغ المالية يوم الاقتراع وبعد التصويت واشترطوا على كل من ينخرط في لعبتهم السياسية أن يقوم بأخذ صورة بهاتفه الجوال ليثبت أنه صوت لهؤلاء وبعد ذلك يستظهر بالصورة حتى يتسلم مستحقاته المالية هذه الممارسات تدعو مفوضية الانتخابات إلى إصدار مرسوم أو كتاب إلى مكاتب الانتخابات في المحافظات ولا سيا منينوى تمنع فيه تصوير استعمال الهاتف الجوال وتصوير ورقة الاقتراع للمحافظة على نزاهة العملية الديمقراطية وحريتها وضمان شفافيتها إن هذه الممارسات التي يقوم بها عدد من المترشحين الفاسدين يعكس عدة مسائل أنهم لا يثقون في بعض الناخبين الذين طبعوا مع الفساد وقبلوا ببيع ذممهم الانتخابية فكيف يثق هؤلاء الناخبين بهؤلاء المترشحين ومن يضمن لهم أنهم سيتسلمون المبالغ المالية التي وعدوهم بها بعد التصويت فمن المؤكد أن التاريخ سيعيد نفسه ولن يتسلم الناخب الذي باع صوته وباع ضميره وتخلى عن المصلحة العامة وعن مدينة الموصل ولو فلسا واحدا فانتخابات أيار عام 2018 شهدت حادثة مماثلة وقد وقع من باع ذمته الانتخابية في شراك الفاسدين وساهم في وصوله إلى قبة البرلمان وساهم في خراب المدينة واستشراء الفساد فيها وترد الخدمات والأوضاع بعض المترشحين الذين بدأوا الانتخابات بالفساد والتآمر على الموصل ومحاولة شراء الأصوات كيف سيدافعون عن المصلحة العامة إذا استطاعوا الفوز في الانتخابات وتمثيل محافظة نينو في البرلمان هذه الأموال التي توزع في الحملات الانتخابية سيجني أصحابها في حالة فوزهم في الانتخابات أضعاف أضعافها وانطلاقا مما ذكر وبناء على ما حصل في الانتخابات الماضية دعوة إلى الناخبين المصليين إلى الاتعاض واستخلاص الدروس من التجارب السابقة وأعلاء المصلحة العامة على الضفر ببعض الدنارات من المترشحين فإذا تكتفت الجهود وتعضضت وتم اختيار المترشحين الأكفاء والنزهاء من الوجوه الجديدة فلا حاجة للمواطنين بتلقي أموال وعطايا مقابل بيع أصواتهم بل سيتسلمون حقوقهم التي يضمنها الدستور من خدمات وتعينات ومشاريع دون منة من أحد فمن مقومات المواطنة أن يتمتع المواطن بكافة حقوقه ومنها الحق في العيش الكريم فمن يريد حقوق المواطنة عليه الالتزام بواجب المواطن وهو مكافحة الفساد وانتخاب الشرفاء ومن يخدم المصلحة العامة لتمثيله في البرلمان المصليون هم مواطنون لا رعاية وانتخابات تشرين الأولى المقبل سيثبتون أنهم اختاروا نخبة من الوجوه الجديدة لتصنع التغيير وتقطع مع المحسوبية والفساد وممارسة المنظومة القديمة ترجمة نانسي قنقر